إذن على قدم وصاق تتواصل جهود الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية لسيما تلك المتعلقة بالمحاور والشرائين المرورية وحور التعمير أحد تلك المحاور التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطويره بأسرع وقت ممكن وبما يتفق مع المواصفات العالمية المحاور والشرائين المرورية الجديدة أداة الدولة لمواجهة أزمة الزحام والتكدس في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية ومفتاحها لإعادة تخطيط الدولة وهي على أعتاب دخول الجمهورية الجديدة وفي معرض الحديث عن تلك المحاور الجديدة يبرز اسم محور التعمير بالإسكندرية والذي وجه الرئيس السيسي في شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ مشروع رفع كفاءته وتوسيعه واكتسب زخما أكبر بعدما تفقده الرئيس السيسي بنفسه الشهر الماضي في إطار مبادرة مع النبن المستقبل مشروع قومي يشمل مناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية ويتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويهدف لتوسيع محور التعمير ليصبح تسع حارات في كل اتجاه بدلا من ثلاث حارات فقط فالمحور يبلغ طوله 35 كيلو متر ويمتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيد كرير المطار المشروع المقرر تنفيذه خلال عام واحد وفق توجيهات الرئيس السيسي يشمل تطهير المصارف ومياه الملاحات وخطوط البترول وعمل تقوية للطربة المحيطة بالمحور وذلك حتى تتطابق الطرق مع المواصفات العالمية وذلك بمعاونة السشاريين على أعلى مستوى تتجلى أهمية تطوير محور التعمير باعتباره شريانا حرا يربط قلب الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي كما يخدم المحور التوسعات الجارية بموانئ الإسكندرية والقبار والدخيلة ويربط محافظة الإسكندرية بالطريق الساحلي كما يوفر امتداد المحور ربطا جيدا بين مدينتي الإسكندرية ومدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي هكذا تنضي الدولة في طريقها بخطة مدروسة ونظرة مستقبلية تستوعب التحديات المتوقعة بإدارة استباقية وعزيمة مخلصة